صاحب السمو الملكي لمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن أهداف ومقاصد المبادئ العالمية لحقوق الإنسان هي غايات نبيلة توافقت عليها إرادة البشرية من أجل الحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهود لصونها واحترامها من أجل عالم أكثر تعايشا وأمنا واستقرارا وقال السمو في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا الأربعاء ويقام هذا العام تحت شعار حقوق الإنسان 365 يوما في السنة قال إن حق الإنسان في الأمن والحياة والعيش بسلام في مناخ من الاستقرار يمثل مطلبا ملحا لا يمكن تنازل عنه أو التفريط فيه أسيما مع الظهور المتزايد للجماعات الإرهابية وتنامي ظاهرة الإرهاب وتوسعها وأكد سمو أن محاربة الإرهاب وتجفيف منابع لم تعد شأن محليا بل دوليا ما يستوجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل السئصادة وشدد سمو على أن جهود المجتمع الدولي على صعيد تنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية يجب أن تتواصل وتتعزز حتى يتحقق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل ضمانة حقيقية لترسيخ حقوق الإنسان وصيانتها وأكد سمو أن مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان سنويا تمثل فرصة لأن تتكاتف الجهود الدولية لترسيخ أسس نظام دولي يقوم على العدالة والاحترام المتبادل من أجل توفير بيئة تضمن لجميع الأمم والشعوب الحياة في سلام وأمن والزهار وقال سموه أن كل حق يقابله واجب وترسيخ حقوق الإنسان على أرض الواقع لا يمكن أن يؤتي غرضه إلا إذا قام كل فرد في المجتمع بما عليه من واجبات انتجاه وطنه وفي مقدمتها المحافظة على المكتسبات والمشاركة الإيجابية في جهود البناء والتطوير ونبذ العنف والتطرف والتصدي لكل مساعي الفوضى والتدمير وأكد سموه أن احترام وصون حقوق الإنسان في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى هو ركيزة أساسية من ركاز التنمية الشاملة القائمة على إيمان راسخ بأن حفظ كرامة المواطن وصون حقوقه وتلبية متطلباته هي هدف وغاية كل جهد تبدله الحكومة ونوه سموه بمبادرة جلالة الملك المفدى لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان مقرها البحرين يناطبها وضع الأسس المناسبة لحقوق الإنسان ومنع الانتهاكات في العالم العربي على غرار المحاكم الأوروبية والأمريكية والأفريقية لحقوق الإنسان وشدد سموه على أن دعم الحكومة البحرينية لكل جهود بناء مجتمع مدني تعددي يعزز من التطورات الإيجابية على صعيد الحرية والانفتاح وضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع وفي الختام أشد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تقوم به الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بانكيمون من أجل ترسيخ وصيانة حقوق الإنسان مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تعمل على نحو وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إطار التزامها الشامل بدعم كل جهد جماعي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في العالم